مرحبا أنا كينانا وأنا ديانا وهات بودكاست رمادي موضوع اليوم مثل ما شفته بالعنوان كتير مسئولية أنه نحكي عنه تحديدا بهذه الفترة وكمان ما قدرنا ما نحكي عنه يعني كان الموضوع كتير صعب أنه ما نحكي عنه بهذا التوقيت تحديدا الفكرة أنه هذا الفيديو اللي عم تشوفوه هلأ هو فيديو كان بده ينعمل قبل الأحداث اللي عم تصير أو الأشياء اللي عم تصير حاليا يعني قبل الفترة بس كينانا حكيت لي أنه يعني لسا ما صلنا زمان حكي عن الموضوع ونوعا ما يعني ما في شي جديد مثلا نحكي يعني أنا كنت حابة أنه ناخد وقت أطول بالحجاب بعدها نطلع نحكي بالضبط بس لأنه مثل ما شفته بالفترة الأخيرة كتير عم يصير حالات خلع حجاب بعرف أنه نحنا مو كاملين ولسا ناقصنا كتير كتير ويمكن نموت ونحنا ناقصنا أشياء بدنا نتعلمها ومالتزمت فيها بدي يعني ما حدا بيكون كامل يعني ما حدا بيلتزم بكل شي تماما بس لأنه نحنا بمكان مؤسرين يعني ما فينا ننكر هاي حقيقة أنه نحنا في عنا صوت بينسمع للبعض فمن واجبنا أنه نطلع ونحكي عن هذا الموضوع طبعا نحنا خليني أقول بالبداية أنه أنا يعني ما نعم بيحكي عن أشخاص بالتحديد ما بقصد إساءة لأي حدا بس لأنه نحنا عايشين نفس التجارب وكمان نحنا متحجبين جديد وعلى السوشال ميديا وفي عنا نقاط مشتركة مع أشخاص تانية فحسيت أنه لازم نحنا نطلع نحكي الحكي اللي عنا بالضبط مثل ما حكيت كينانا نحنا نهائيا نهائيا ما عم نعطيكم فكرة أنه نحنا أشخاص يعني ملتزمين بكل شي مية بالمية أو نحنا أحسن من حدا أو عم نتفهما عليكم مثلا أو عم نورجيكم نحنا أحسن منكم لأ طبعا هي أشياء رب العالمين أعلم فيها ويعني ممكن كل يحضرون أحسن مننا عرفتوا كيف يعني حاولنا نلاقي كتير مواضيع حتى نشمل أي شخص عنده حالة مع الحجاب شو ما كانت إن كان مثلا بده يتحجب أو متردد أو مثلا حدا شال الحجاب بودير جاي حبتوا يعني أغلب المواضيع اللي ممكن تكون لها علاقة بالحجاب إن شاء الله أنه حنقدر نحكي عنها بهذا البودكاست أول نقطة حابة أنه نحكي فيها واللي هي ليش أصلا الناس بتلتجئ لأنه تشيل الحجاب طبعا فيه أكتر من سبب ممكن يخلي الإنسان يشيل الحجاب فيه ناس ممكن تتغير عقائديا يعني ممكن يتغير مو بس فكرتها عن الحجاب فكرتها عن الدين كله بالمجمل يعني هون الموضوع بيختلف ونحن يعني هون دورنا ما أتوقع أنه هو كافي هون إنسان بحاجة لحده عنده تعمق بالدين أكتر لحتى يقدر يحكي وياخد ويعطي مع هدون الناس يعني أنت أصدق أنه الإنسان بتبطل يعني في أشخاص تتزعزع فكرة أنه الحجاب فرض بعائلهم بالضبط هاي يعني هون مشكلة صارت أكبر وممكن يكون أصلا يعني فكرة الإسلام وفكرة الدين كلها تتزعزع فهون نحن صعب أنه نحن نقدر نساعد هدون الأشخاص لأنه ما عنا العلم الكافي لحتى نقدر يعني وقت الإنسان ما يكون عنده العلم الكافي بيكون كتير خايف وكتير حزر طبعا بالتعامل مع هدون الأشخاص لأنه ممكن أي كلمة يحكيها خطأ يكون هذا الشخص في حبل ضعيف بينه وبين رب العالمين تجي أنت بكلامك الغلط تقطعه لو نيتك سليمة فأنا ما بحكي عن الأشخاص يلي بدون نشيل الحجاب لهذا السبب طبعا بحكي عن الأشخاص يلي بتعرف أنه الحجاب فرض بتعرف أنه الشي اللي عم تعمله غلط عنده إمام مية بالمية أنه هذا الشي اللي ربنا بالدويا وفيه غاية من هذا الموضوع بس شالوا الحجاب لأنه ضعفوا لأنه يتعبوا من جوا هلأ ممكن الناس تفكر أنه الشخص أو بعض من الأشخاص اللي بشيلوا الحجاب بشيلوا لأنه بس لأنه تزعزعوا دينيا أو لأنه تغيرت معتقداتهم بس وبالحقيقة في كتير ناس بتشيل الحجاب لأنه تعبت من جوا تعباني نفسيا فبتفكر للحظة أنه الحجاب هو سبب تعبان نفسي معنوا الحجاب ما لوا علاقة أبدا ما دخلوا معلش أعطي مثال مثال كتير بيقهرني والله عن جد يعني أنا من جوا قلبي بتدايق أنه أحيانا لما يصير معي مشكلة أو لما نوعا ما أتغير على السوشيل ميديا لما نوعا ما تنزل طاقتي أو هيك اختفي أو يعني أي شي هيك بيدل على مثلا فقدان الشغى في الحزن هيك بيجيني يعني نوعا ما كتير أشخاص أنه أنا حاسة أنك تغيرتي بسبب الحجاب أنا حاسة أنك حزينة بسبب الحجاب أنا حاسة أنك مندائب بسبب الحجاب أنا حاسة أن الحجاب عم يعمل ضغط عليكي أول شي يا جماعة هاد الشيء غلط أنكم تحكوه يعني كأنكم عم تخلوا حدا يقتنع بشي ما لا موجود يعني أنا أي شي عم حس فيه إن كان مشاعر حزن فقدان شغف أي شي ما قالوا علاقة نهائيا بالحجاب وحبي إنه نبطل مثل شو بيحكوه نخلي عادي ينحكي عن الحجاب بهذه الطريقة إنه هو بيعمل اكتئاب أو هو إنه بيعمل حزن يعني بتحسي مع الوقت بصير الإنسان بيبرر هذا الشيء إنه أوه حجاب خلص الحجاب هو السبب لأنه ليش إذا بتلاحظي دائما فيه مفهوم أو فيه ربطة عجيبة بين إنه دائما الواحدة لما تخلع الحجاب بتحسسكم إنه الحياة صارت حلوة وإنه مرسوطة وحاس لبي حرية أكتر ودائما بتنطلق وحتى هاي الربطة بيورجونا ياها يعني مع الأسف حتى ببعض المسلسلات العربية السورية حتى في مسلسلات سورية إنه دائما بيورجوكم الواحدة اللي كئيبة واللي مقهورة والمقهورة وممتعتني بحالة ولا بتعمل شي وعايشة هيك بس هاي بيحطوها دائما محجبة الشخصية سوري يعني مع الأسف يعني الشخصية المتخلفة دائما بيحطوها بهذا القالب فهذا الشي نحنا صدقناها كتير وعشنا فيه فبسبب هاي الربطة هاد الشي عم يخلي فيه عبق كتير كبير على كل واحدة عم تتحجب جديد أو سواء حتى تحجبت جديد أو محجبة من قبل ليه؟ لأنه صار فيه هاي الربطة إنه إذا أنت هلأ حياتك صارت بائسة وحزينة أو صار معك شي سيء فأنتي بتربطي بعقلك إنه أوه لأنه حجاب ما هو هاي الفكرة؟ أنا نش عم تدايق إنه فيه ناسك عم تسأل لأنه أنتو لا يعني بشكل تلقائي حتى لو الشخص ما كان مفكر بهي الفكرة أو ما كان أصلا هاد السبب ولو أنه يعني صراحة بحس إنه الحجاب ما بيعمل حزن واكتئاب قد ما فيه أشياء تاني بالدنيا بتعمل يعني المشاكل والأشياء الظروف اللي الإنسان بيمر فيها تعال في وقت حكينا ببودكاست عن موضوع المراهقة إنه صار إنسان يبرر الحزن لأنه هو مراهق فهو نفس الشي فلما نسأل حدا هذا السؤال بيصير كأنه نحنا عم نعطيه مبرر إنه إنسان لما يكون حزين فأنه أنت بسبب حجاب أو أنت حط حجاب مشان هيك أنت مكتئبة شيري الحجاب بيروح الاكتئاب شيري الحجاب تنجح بحياتك وتبط لي محدودة الحجاب بيحدك أوكي ما فينا ننكر إنه الحجاب بيرسم حدود طبعا بس هاي الحدود مرسومة لمصلحة البني آدمي نفسها الإنساني نفسها يعني بصراحة بحس الحدود اللي بيرسمها هي الحدود اللي أصلا لازم تنرسم اللي سواء بحجاب ولا بدون حجاب ايه بالضبط يعني هي أصلا بيخليكم تعملوا الشي أو بيخليكم ما تعملوا الشي اللي أنتوا أصلا ما لازم تعملوه فالحدود هاي اللي انرسمت هي الحدود أصلا الصحيحة هو ما بيضيق عليكي هو بس بيمشيكي بالطريق الصح فعليا يعني ما علشي خلينا نكون واقعيين حجاب ممكن أنا بيومنا الأيام حكيت لكم إنه بفيديو لما أول ما تحجبنا حكيت لكم إنه أنا من قبل قبل ما أطلع على السوشال ميديا أبدا يعني ما كنت موجودة على السوشال ميديا كنت محجبة وشلت الحجاب وبعدين وقت شلت الحجاب بعد من أطلعت على السوشال ميديا فأنا هلأ وقت عم بحكي لكم أي شي عم بحكي لكم شي عن تجربة مية بالمية وشي حسيت فيه لحظة بلحظة فأنا حاسة بكل بنت عم تفكرت شيل حجاب أو حتى شالت الحجاب حاسة بهي التخبطات وهي المشاعر الكتير سيئة اللي ممكن الواحدة تعيشها فبتذكر كتير منيح أول ما تحجبت طبعا أنا لما تحجبت كان ما في حدا بيعيلتي محجب وكانت فكرة الحجاب عندنا كتير مستغربة يعني فبوقتها أنا كنت عم بشتغل أو أنا يعني رايحة بطريق لأنه ندرس سينما وتلفزيون فأنا رايحة رايحة بمجال ما له علاقة أو عادة يعني ما فيه ناس محجبات يعني كتير كتير بيكون مديق على وجود المحجبات بهذا المجال فبتذكر كتير منيح أنه اتعرضت أكتر من مرة لإساءة من أشخاص بس لأنه أنا محجبة هن ربطوها يعني بتذكر فيه شخص مدير عمل بس لأني رفضت سلم عليه بالإيد هو ربطة أنه أنا ما سلمت بالإيد لأنه محجبة نصوب الحقيقة لأنه ما بيصير سلم بكل أحوال محجبة أو ما يمحجبة فهو بوقتها أنا سمعت يعني كلام منه مؤذي جدا أنه إذا أنت هيك روحي عدي بالجامع طب أنا مو سبب حجاب أنا مو لأني محجبة ما سلمت عليك أنا عملت الصح فالفكرة بقصد من هذا الحديث كل آياته أنه صح الحجاب ممكن يرسم لك حدود بس هو مو الحجاب اللي يرسم لك حدود هي أخلاقياتك أنت من جوا هي اللي رسمت حدود والفكرة الأهمة اللي بيوصلها للبنات اللي بيفكروا أنه الحجاب بيحدة وما بيخليها شخص ناجح أنه مثلا أنا هذا الشخص هو شخص سيء طبعا إذا كنت محجبة أو غير محجبة هو شخص سيء فهل من المفترض أني أنا أتنازل لحتى أوصل مثلا للنجاح اللي أنا بديه أكيد لا الإنسان بده يحافظ على مبادئه سواء كنت محجبة أو غير محجبة يعني إذا لو أنت بوقتها تدايئتي من حجابك أنت ما نفروط تدايئ من حجابك لأنه أنت عملت دورية ما في كيف أشرح لك بس أنه أنت بدك شيء صح بس هذا الإنسان غلط أصلا يعني بدك هو يحترمك ومفكرة المشكلة من حجابك متأكد أنا المشكلة مني بس هو بالحقيقة بالضبط المشكلة منه يعني الهجاب ما دخلوا الحجاب ما كان عائق المشكلة هو هو الزلمة نفسه هو العائق بالضبط النقطة الثانية اللي بنا نحكي عنها واللي هي بحس نقطة ما كتير بيحكي فيها دائما هيك ببداية التزام أي طاعة يعني سواء حجاب أو صلاة أو أي شي دائما الناس اللي حولينا بيصيروا كتير بيسفقوا لنا وبحبزونا وبينبسطوا بيفرحوا فينا وهذا الشي ما بالضرورة أنه يكون يعني شيء سيء بس المبالغة فيه بتصير سيئة ليش؟ لأنه تخيلي مثلا أنت تحجبتي أول ما تحجبتي أنا كل الوقت أو أنت كل الوقت عم يجيكي كلام أنه أو دي أناس طلع تصيب الحجاب أحلى الحجاب لا بقليكي كتير اللي حواليكي كله كتير فخور فيك وهي من حسن أني أكيد طبعا أكيد أكيد الإنسان بيشجع التاني يعني تكون نيتهم سليمة مثل ما بحكم فأنتي بتظلي فترة طويلة هيك موديك وأنتي ببداية الطاعة فبتفكري شو أنه أوه موضوع كتير سهل كنا كتير مصعبين وعحالنا الكل عم يسفقنا الكل مبسوط فينا الكل فخور فينا ما حدا مستهجننا ما حدا حاس أنه أوه والله شيء كتير غريب مثل ما كان بيبالنا بعد أنت بتظلك هيك بعد أن الناس شوي شوي تبلش تعود على شكلك بالحجاب أنت بتظلي هيك موديك والناس تبلش شوي شوي تتعود تعود 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 خلص بعد أن الناس صارت يعني كل وقت شايفتك بالحجاب خلص تعودوا عليك صار ليك مثلا ثلاثة أربعة خمس ستة شهور محجبة مثلا خلص فشوي شوي كنت متعودة على كلام الثناء والإعجاب والإعجاب ويلا يلا هيك بعدين شوي شوي تبلشي تنزلي هاد سبحان الله ما بحفظة هو يجزء منه اختبار بس أكيد كمان في اختبار من رب العالمين انه بقصص ثانية بقصص ثانية بتحسي انه أول فترة بالطاعة دائما سهلة بس بعدين بتحسوا انه رب العالمين بيعمل لنا اختبار نشوف حنظل سابتي طبعا أكيد لأنه الموضوع ما نو سهل ترى ممكن اختباري بأبسط أشياء يعني ممكن تحسوا الموضوع بسيط بس عن جد ما بحس بصعوبة الموضوع إلا الشخص نفسه أنا في عندي جاكيت كنان بتعرفه يعني احكي لهم فرحتي وقال جبته قداش كنت يعني طاير عقلي كنت هكي مقررة انه بدي لبسه ومو بعلف شو حتى من زمان كتعم مدور عليه بعدين أخيرا لقيت منه فهذه الجاكيت اشتريته قبل ما أتحجب بفترة نوعا ما قليلة وهذه الجاكيت قداش شهر ايه كتير فترة قليلة فهذه الجاكيت ما بيلتبس معي وأنا محجب ما بمناسب لمحجب يعرفتم كيف يعني ما بقدر إشرحلكم لما بشوفه قديش بحس أنه عدتوا ما بدي لبسه طيب وبعرف أنه فيني لبسه بالبيت بعرف أنه فيني لبسه عن رفقاتي بعرف أنه ممكن عد حدا يزورني مساء لبسه ممكن لبسه على فستان بعرف كل هالأشياء بس في ستايل معين ببالي ما بقدر لبسه يعني غلط أني لبسه مع الحجاب وأنا صراحة ما بليئة على الحجاب أنه لبسه هيك وما يكون لبس يعني بليئ بالحجاب عرفته كيف ف بحس يعني رب العالمين حتى هذه الأشياء الصغيرة ممكن يختبرك فيها وانا بحس أنه هادي الجاكيت هيك كل ما بتطلع فيه بحس أنه أنت أقوى من هادي الجاكيت أنت أقوى من شي رح يكون فاني بهاي الكرة الأرضية أو حييفنى بهاي الدني على فكرة أنا مثلك قبل ما أتحجب اشتريت طواقص صيفية رفتون الأش لأش لأ مالبستون مالبستون كثير شي بدايق وصح شي بسيط يمكن لأشخاص يمكن لأ واحدة غير محجبة بتقول شو هالصعوبة أو لأ شاب مثلا شو هالمشكلة الكبيرة بيسوها بالبيت بسوها سبحان الله يعني مالبستائية بالبيت مبارف ممكن بسوها الموضوع أنه الإنسان يكون عم يجاهد نفسه أصعب شي بالحقي أنه الإنسان يجاهد نفسه كثير الموضوع صعب أحكي لكم شغلة عنجد عنجد ستقولي ما عم بالغ ولا عم جملكم الموضوع ولا عم حاول أنه يعني احكي شي أنا ما ليحاسة فيه أنا بهذه اللحظات كثير لكم سعيدة عنجد عنجد لما وقف الدام لبسة كثير حلو أنا ما ليقادر أن يلبسها بره البيت كون حاسة بكمية رضا وكمية يعني شعور والله والله عنجد ما بعث كيف وصف لكم ما بتتخيلوا كمية المشاعر اللي كلها رضا كلاتها سعادة كلاتها فخر تيجيكم أنه أنتو أقوى من فعليا شي فاني شي يعني لا هيقدم لكم ولا هيأخر لكم فهي المشاعر لحالها عنجد هي بتكون من أسباب أنكم أنتو تلتزموا بالحجاب أكتر أنا بعث أنه في أشخاص ممكن تكون مرت بنفس الموقف اللي أنا مريت فيه ونوعا ما تزعل أو تكتئب أو أي كان الشعور عم يجيكم هات شعور أنتو تقدروا عليه لأنه هاي مشاعر صادقة والإنسان ما بيقدر يتحكم فيها وصدقوني شو ما كانت مشاعركم أنكم فرحانين أنكم أقوى من هذا الاختبار أو أنكم تزعلوا لأنكم باختبار هاي كلها تأجرها بيكون كتير كبير أنتو تخيلوا أنه بس بس لما تمروا عن جد بدي منكم تعملوا الشي اللي أنا بيعملوا لأنه هاي الأشياء اللي أنا عم أعملها عن جد عم تساعدني ضل ملتزم بالحجاب كل ما تمروا باختبار حسوا عن جد بدي تحسوا بكمية الأجر اللي أنتو عم تاخدوها حسوا بكمية الرضا اللي عم تكون من رب العالمين عليكم لأنه البنت بفطرتها ركزوا على فطرة أنه هاي شي غير قابل للتغيير أنه أنتو شو ما صار شو ما جرى ما في البنت تتخلى عن فطرة حب التزيون أنه هي تطلع حلوة من هي وصغيرة سبحان الله ما تدرك قبلها تستوعب أصلا شو عن تزيون بتلاقوها بتروح بتعمل شعراتها بتسرق مكياج أمها يعني البنت بفطرتها عندها حب التزيون أنه الناس تمدحها على شكلها وهذا الشي ما بيقل من البنات يعني أي حدا هيحكي لكم أنه أنتو ناس سورية على الكلمة أنه سخيفين أو مدري شو لا هذا اللي بيخلي المسار الكوني يمشي بالضبط هاي فطرة لو هي ما كانت هيك ما رح يكون فيه اكتمال لحياتي بشرية طالما الموضوع فطرة ما حدا بيحق له أنه يقلل من البنت بس لأنه هي هيك فطرتها لأنه رب العالمين هيك خدقها رب العالمين ما رح يزرع شي بفطرة البنت أو يخلي فيه فطرة عند البنت تكون بتقلل منها فرب العالمين بيشوف شو أكتر شي نحنا منحبه ومنحب نعمله بيختبرنا فيه بما أنه البنت من أحب الأشياء لها أنه هي تتزين وتطلع حلوة تفرض شعراتها وناس تمدحها يعني تحب تلبس تحب تتمكيج فرب العالمين بيختبرها بهذا الشي ويشوف هل هي حتكون ثابتة ولا لا فبرجع بيحكي لكم مرة تانية لما تمروا بإختبار هذا الاختبار يكون يعني أهم شي تكونوا عرفانين إنه هو اختبار ترى إذا ما بتعرفوا إنه هو اختبار هاي مشكلة كتير كبيرة لما الإنسان يستوعب إنه هو حاليا عم يمر بإختبار فكرة أو قرار إنه يثبت بتكون واردة أكتر إله فمثل كأنكم بالمدرسة يكون عندكم اختبار تاني يوم فأنتوا هتكونوا مجهزين حالكم وأخذين احتياطاتكم ودارسين للمادة وحالين أسئلة إلى آخره لحتى تقدروا تقدموا منيح بهذا الاختبار نفس الشي بموضوع مغريات الحياة لما تعرفوا إنه هدول الاختبار هتكونوا جاهزين أكتر إنكم تكونوا أد هاد الاختبار فمتى ما يعني مريتوا بأي موقف معين مثلا شفتوا وحدة بالطريق ماشي كانت موحجة وطالعة كتير حلوة وحسيتوا هكي بإيه هاد تعرف شعور الغصة أنه طب وأنا كمان بدي عرفوا إنه هاد الاختبار وزا ثبتوا رح تاخدوا أجر كتير كتير كبير هلأ ديانة حكيت لكم على الجزء الروحاني أو على موضوع الثواب أو على موضوع إنه الجزاء وإنه رب العالمين ما بيضيعوا طبعا هذا الشي كله صحيح مية بالمية بس أنا بعرف إنه في ناس سبحان الله رب العالمين حتى لما لما أمر النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالدعوة وبالقرآن كمان موجود دائما فكرة إنه في تنوع بالخطاب الديني يعني في ناس بيمشي معها أسلوب الثواب وفي ناس بيمشي معها أسلوب العقاب بمعنى إنه البشر عقلياتهم ونفسياتهم موحدة في ناس ما بتحب مثلا إنه طب ما تحكيلي بس على إنه الحجاب يعني بيوم لإيامة وبعدين حيكون السواب جنة والموضوع كتير بعيد هذا كلام صحيح طبعا هذا كلام صحيح يعني بس في ناس قالية عقلها مختلفة في ناس ما بتحب إنه تعطوها الجزاء البعيد أعطيني شي القريب فبهي النقطة تحديدا خطر ببالي مرة إنه ليش دايما يصور الحجاب على إنه هو ضعف أو هو إنسلاب للحرية إنه دايما المحجبة إنسانة ضعيفة أو المحجبة إنسانة بلا حرية هي مخصوبة أو هي مجبورة أو 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 بحس إنه بالعكس فكرة إنه الإنسانة تكون محجبة وهي أخذ القرار هالدليل إنه هي شخص كتير قوي لأنه الشخص القوي هو اللي بياخد قرار بيقدري نفسه فهي أخذت قرار ونفزته فهالدليل قوة هذا الشي بيعطيها شعور مثل ما قالت ديانا إنه لما تمر من ناح شيء غرض بتحس إنه أنا ما حدا عم يمنعني يا الله أنا عرفت توصفي شعوري بشكل مطبيعي هذا الشعور بالضبط لكي أحاول إشرح لكم فهون الواحدة بيجيها شعور إنه أنا ما حدا عم يجبرني أنا متحكمة بنفسي أنا متحكمة بشهواتي أنا ما بدي مو حدا عم يقلي بدي وما بدي وأكيد طبعا مية بالمية إنه هذا أمر رب العالمين ونحن كتير سعيدين بتنفيذ أوامر رب العالمين بس أنا عم حاول أعطيكم البعد التاني للموضوع البعد اللي مو بس ديني لا البعد النفسي إنه أنت تكوني إنسانة قوية قدرانة تتخذي قرارات وتكوني قادرة على تنفيذها فأنتي ما تنظري على إنه الغير محجبة هي أقوى منك أو هي مثلا حرة أكتر منك نظري إنه ما أنا قدرانة تعمل شي أنت عم تعمليه صدقوني كلاتهم جواتهم نفسهم يكونوا أنتم صدقوني من جوه أنا 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 أعطيكم مثال عن نفسي في عندي شغلة حاطة كنت هيك بتليفوني كلام كاتبتم مني كنت بمعنى الكلام كاتبة إنه أنا بحسد البنت يلي هي قدرانة فعلا تطيع أمر ربها يعني تخيلوا إنه أنا يا الله حسد حسد يبكي فجأة ما بعرف مهم بس يعني تخيلي إنه أنا كنت هيك حاسة بهذا الشعور وأنا هيك يعني مبسطة لهم ومتمانيكم مثلهم وهلأ أنا صرت مثلهم يا جماعة والله والله الحجاب بيعطيكم شعور فخر بنفسكم بشكل ما تخيلوا بس على حسب منظوركم أنتو بالضبط يعني إذا أنت شايفة أو أنت منظورك إنه أنا مخصوبة أنا مجبورة أو أنت ما لك فهماني أصلا ليش أنت محجبة أو ما لك مقدرك القيمة هاي فأكيد هتكوني دائما شايفة حالك بنظرة الشخص المكسور المجبور يعني مثل مثل أكيد هو ما نو تشبيه يعني الحجاب أعلى مرتبة بكتير من هذا الموضوع بس مثل لما الوحدة تاخد قرار أنه أنا بدي أعمل دايت في فرق مثلا بين عقلية وحدة أهلها جبروها أو مثلا زوجها معاجبة وشكلها فهي مضطرة ومجبورة أنه تعمل دايت بين وحدة هي أخذت القرار أنه هي شكلها وصحتها وثقتها بنفسها أعلى ففي فرق كتير كبير بين هاي العقلتين الفكرة مو بالحجاب الفكرة بالعقلية يلي اللي حط الحجاب إذا أنت حط الحجاب وما لك فهمانة وما لك مدركة لقيمة هذا الحجاب فمن الطبيعية أنك تحسين أنه عبق عليكي خلونا هلا نركز على شي ما كتير ناس بتركز عليه واللي هو شو بيفيدني الحجاب ضيف لحياتي الحجاب بحياتي الدنيوية أو حاليا أنا بهذه الدنيا خليني أحكي عن موضوع ما كتير ناس بتحكي عنه أنا بعرف أنه صح أنه نركز على موضوع الجزاء اللي هو بيكون بالآخرة كتير مهم أصلا يعني بحس أنه صراحة من وجهة نظري أنه يكون تركيزك على جزائك بالآخرة هو رقم واحد وأي شيء تاني فيك يكون يعني محفز بالضبط محفز بس أنه رقم واحد يكون خلص رضا رب العالمين وجزاء بالآخرة يعني ما بحس فيه تركيز إن كان بالحياة الواقعية أو بالسوشيال ميديا أنه ما حدا بيركز على كيف الحجاب بيزيد ثقة إذا كان عندها العقلية المناسبة مثل ما حكيت كينانا بيزيد ثقتها بنفسها بشكل ما بتتخيلوه والله يا جماعة والله بدون أي كذب إنه فكرة إنه أنتو مثلا أنا عن نفسي من وقت ما تحجبت وأنا بنهوست بالعناية بشعري ليش ما بعرف مع أنه أنا يعني الناس اللي عم تشوف شعري حاليا يمكن أختي وأمي يعني رفقاتي كم وحدة يعني ما عد فيه مثل إن يكون على السوشيال ميديا من وقت ما أنا تحجبت وأنا صرت إعطيني بشعري أكتر فلحاله شعور إنه أنا عم وإعطيني بنفسي بس إلي بس أنا مو لحتى الناس تمدحني مو لحتى الناس تعجب فيني مو لحتى الناس تمدح شكلي لأ أنا عم عم إعطيني بحالي لأنه أنا بتشوف حالي حلوة أنتو متخيلين هذا الشي شو بيعمل بعقلكم الباطني أنتو متخيلين كمية تعزيز الثقة اللي بتكون عندكم هذا الشي يعز الثقتكم بشكل ما بتتخيلوا يعني أنا عم أصرف جهد وقت وطاقة على شي بس إلي تلقائيا بيزيد الثقة بالنفس عند البنت وشيلكم من الناس اللي حتى بتذكر مرة حكيت بالستوري أني عم أعمل شعري للعيد ومدري شوف إجاني كلام أنه طبع أنتو محجبة لماذا تهمني شعرك لماذا الحجاب من بين شروطه أو حتى يكون صحيح أنكم ما تعتنوا بشعركم أنه تتركوا شعركم من كوش كل الوقت على فكرة هذا الشي اللي بيخلي الإنسان يلجأ نوشي الحجاب بالضبط مشيلك عن كلام الناس كمان أنت مع نفسك لما تشوفي أنه أنا قبل ما أتحجب كنت تدير بالي حالي وكنت تساوي شعري وكنت 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 وازدبط حالي ولبس منيح وهلأ أنا كل الوقت ما بيهتم بنفسي الفكرة أنه لازم تظلك محافظة على هذا المستوى أنك تظلك تهتم بحالك أنا آخر شخص يتحدث عن هذا الموضوع بس أنا بحجاب بلا حجاب ما ما عندي هذا الاهتمام بالنفس واللي هو شيء سيئ طبعا أكيد ماني فخورة بالموضوع الصح بغض النظر إذا أنا بطبقه أو ما بطبقه الصح 100% أنه الإنسان أو الإنسان تحديدا تظل عم تهتم بحالة لأنه باللحظة يلي بتبطل تهتم بحالة بتبلش شوي 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 ليش لأنه هي فطرطة بتضبط فطرطة أنه تظل تكون حلوة أنه تظل حلوة كل الوقت فإنما تبطل تشوفي حالك حلوة هون هتفكر المشكلة من الحجاب هو الحجاب ليس يجعل تبطل تشوفي حالك حلوة هو الحجاب يفترض أنه يغطي جمالك للناس يلي برا بينك ورفقاتك بينك وبين أهلك لا يوجد مشكلة بالعكس هذا الشي يأويكي أكتر أما لما تشوفي حالك أنه أنا كنت حلوة وكنت أعمل وكنت ساوي وفجأة أنا بطلت حلوة وبطلت وعم بهتم بحالي أنا محجبة فما في داعي ساوي شعري وما في داعي حتى أتحمم في ناس لهذه الدرجة تخيلوا أنكم تكتفوا بمدح أهلكم بس قديش هات شي رائع أو تكتفوا بنفسكم بس أنا مو كل ما بروح بعتيني ولا بعمل بشعري أهلي بيمدحوني لا بس أنت على المرأة ترى حالك خلاص بأخذ صورتين حرفيا بيرتفع مودي إلى أعلى درجة ممكن فعليا هيك تكون تشحن نفسها حتى تقدر تقوي حالها وقت لا سمح الله لأنه طبعا نحن نحكي ونقول عن حجاب وشي كثير خلو ونحكي إيجابي بس هو شيء صعب يعني ما نقول أنه لا تمر علينا لحظات ونكون فيها كثير تعبانين من جوها ويعني نفسنا أنه نرجع مثل ما كنا يعني في شعور ضعف بشري سبحان الله الإنسان ما فيه يهرب منه لأنه دائما يعني دائما أنه إنسان يحقق شهواته شيء أسهل بكثير من أنه يلتزم بأنه لا أنا بدي يلتزم بالكلام اللي رب العالمين قاله أنا بعرف لم يمكن الحجاب تحكي لي أنا طب أنا ثقة بنفسي مو عالية طب أنا ما عمحس بهذا الكلام عم تحكي عليه وما عمحست الحجاب عم يعطيني هاي القيمة لنفسي هون بلليك المشكلة مو من الحجاب المشكلة بأنت كيف عم تفكري المشكلة بكيف أنت يعني تنظري للحجاب إنه بس فرد وخلص طبعا هو الفرد هاي لازم يعني نستوعبها بس كمان في أشياء تانية يعني هي اللي بتسهلنا على إنه نظل ملتزمين بالحجاب فإنت إذا متدائم للحجاب إنت مو متدائم للحجاب إنت متدائم كيف عم تنظري للحجاب فلوجات بتغيروا نظرتكم بتحاولوا إنه تبدلوا كيف تطلعوا للحجاب إنه بس هو شي بيغطيك وخلصك بيحدك عن باقي الأشياء هيك حتظلي يعني متدائم منه طول حياتك أما لما تستوعب إيجابياته عن جد عن جد حترتاحي ويمكن هاي من أكتر الأسباب اللي الحمد لله لهلأ أنا يعني ما لي حاسة إنه كتير كتير مستصع بالحجاب نرجع منقول يا جماعة هذا لا يعني إنه نحن بالنسبة إنه الحجاب أمر سهل ونحن معنا معانات معه ومعنا مصاعب أو إشي عم تواجهنا معه ولكن بس الإنسان يفصل بين مشاعره ويشغل عقله ويرجع كل شوي وشوي يذكر حاله بهذا الكلام اللي نحن نقوله ونحن نذكر حالنا ونخبركم حكيت لها لك لازم حنضعف لازم نفتح هذا الفيديو ونحضر حالنا شو عم نحكي خلينا نحكي عن شغلة لازم الكل يستوعبها ودائما في فكرة بيباننا إنه لما واحدة تحجب مثلا ما تقول طب أنا شكلي بدون حجاب أحلى كل ياتنا شكلنا بلا حجاب أحلى أكيد أكيد يعني ما في شك إنه كل ياتنا أحلى بدون حجاب وإلا ما كان يعني لو نحنا شكلنا بالحجاب أحلى أكيد ما حيكون في حجاب أصلا بس الفكرة إنه جمالك مع الحجاب غير جمالك بدون حجاب أنت حتكوني جميلة بالحجاب حتكوني حلوة بس غير لما تكوني بدون حجاب يعني الجمال نفسه بيختلف في كتير بنات بيعلقوا أو بيبعتوا لمزجات بيقولوا إنه نحنا ما بنحجب لأنه شكلنا بالحجاب معنو حلو يا حبيبتي كلاتنا شكلنا بالحجاب مو معنو حلو بس يعني بالنهاية أنت عم تخفي شي من مفاتنك يعني طبيعي شعر فتنة سبحان الله يعني جباري الواحدة وقتعتني بشعره ما نعود نقول نلف ونضحك على حال نقول كله شعر يعني شو بيعمل شو قدم شعر يعني سبحان الله رب العالمين زين النساء بشعرهم وزين الرجال بلحيتهم فلا أكيد أكيد شكل الواحدة بشعرها أكيد أجمل من لو غطته فإذا ببالك أنت أنه فيهم حتوقفي على المراية وتحكي شكلي بالحجاب أحلى لا هذا الشي ما حتحسي فيه بحياتك لأنه هاي الفكرة منه طالما هاي الفكرة منه فأنت ما حتحسي هيك بحياتك والفكرة أنه الحجاب ما بيعطيك جمال بيعطيك وقار وقار حارفين وقار يعني خصوصا لما تكون لابستي بالشكل الصحيح كله كامل مكمل بتحسي بكمية وقار كتير كبيرة بتحسي أنه أنت شكلك عند جد فخم والله بدون مبالغة بتحسي طالع شكلك مرتب بتكون طالعة مرتبة أكتر بعدين خلين أحكي لك قديش أنت حتشو في حالك موحلو بهاي الدنيا خمسين سنة ستين سنة سبعين سنة ثمانية سنة خمسمائة سنة في حال يبعيش خمسمائة سنة يعني في حياء حرفيا للأبد عم تستناكي يمكن الشيطان دائما بيلعب بعقل البني آدم أو ما بيخلي استوعب إنه في حياة أبدية يعني فنحن ليش منهتم للشي المؤقت يعني شو بدك بهاي الحياة المؤقتة بدك ترقزي على كيف تخلي حياتك الأبدية هي اللي حلوة وأنا بعرف إنه في كتير كتير منكم حابين يأخذوا هاي الخطوة حتى دائما تجينا رسائل كومنتات إنه أنا كتير حاب بأخذ هاي الخطوة بس حاس إنه لسه بكير أنا أنا حاس أني مالي جاهزة أنا حاس أنه سفي كتير أشياء بدي أعملها فما عم مقدر أخذ هاي الخطوة أو مثلا فكرة إنه أنا ماني مقتنعة أو عم بنتظر لحتى أقتنع يا جماعة الفكرة إنه ما فيكم تقتنعوا بموضوع الصلاة إذا هو شي فرض أو لا هو فرض ليش الناس مثلا ما بتقول أنا ماني مقتنع بالصلاة ما بدي كنت دائما استخدم هاي الحجة عن جد هي فعليا حجة لأنا كنت تقول أنا ماني مقتنعة بالحجاب أو أنا عم بستنى لحتى اقتنع بالحجاب لحتى ما حط الحجاب واشيله أو لحتى أكون حاط طو أنا متأكدامي 100% إنه هذا الشي اللي أنا بدي ما رح يجي وقت وتحسي إنه أنت مبسوطة 100% بهذا القرار أو أنت سعيدة فيه 100% أو أنت ما رح تواجه فيه أبدا مشاكل أو أنت ما رح تزعزعي نهائيا وعلى فكرة من هذا المنطلق بدي لكم إنه بحس بستهجن فكرة لما إنه مثلا أطلع بمكان وقول أنا مستحيل شي للحجاب لأنه مدري كيف بتحسي كأنك عم تراهني عم تراهني على نفسك عم تراهني على نفسك إنه أنا لأ أنا مستحيل هذا الشي بتوفيق رب العالمين سبحان الله عن جد أي حدا أي حدا يعمل طاعة معينة لا ينغر إنه أنا شخص منيح أنا ما لي سابتة بالحجاب لأنه أنا شخص منيح وأصلا توفيق رب العالمين ومحبة رب العالمين هي اللي بتخلي الإنسان يستمر بالشي اللي عم يعمل أو أصلا ياخد الخطوة ففعلا كل هذا الموضوع هو توفيق من رب العالمين واختيار من رب العالمين خيلوا إنه لما تاخدوا خطوة الحجاب تعرفوا إنه أنتو رب العالمين اختاركم قديش هذا شي شرف وعن جد شي كتير حلو إنه رب العالمين هو اللي يختار هذا الشخص أنا طبعا ما أصدي إنه الإنسانة تكون معنا يعني مو حاطة بالبال إنه هي مستحيل تشيله أكيد لا بس الفكرة إنه ما تكوني واثقة مية بالمية لهي الدرجة إنه أنت خلص شخص طاعته وصلت لأعلى وأنه هو مستحيل ينهز لأ البشر سبحان الله يعني نحنا معرضين كتير إنه الإنسان يضعف إيمانه ويرجع يقوى إيمانه يصير في عنده انكسارات نفسية معينة ممكن تأدي إلى انكسارات إلى علاقة بالجانب الديني ناس تلتجئ لرب العالمين وناس تنهز من ناحية علاقتها مع ربها لهيك بدي أطلب منكم رجاء خاص عن جد عن جد من كل قلبي وهذا الشي كنت بتمنى من قلبي لو في حدا حكالي لما قررت بيوم أن يشيل الحجاب لما تنهاروا نفسيا أو يصير معكم كارثة أو مشكلة نفسية ما تروحوا أول الشي وتهدوا الجانب الديني تبعكم أو علاقتكم مع رب العالمين توجهوا لحد مختص له علاقة بالمشاكل النفسية اللي أنتو عم تواجهوها لأنوا المشكلتكم مو مع الدين بالوقت الحالي طبعا كل واحد بيعرف شو المشكلة أو شو الوضع اللي عم يمر فيه مثلا إذا كان إنسان عم يمر بفقد غالي أو بانفصال فالشيطان هم بيهيئ إليك أنه أنت خلاص أنت مدائقة فشيري الحجاب حتصيري مبسوطة أو مثلا وقفي تصلي أو إلى آخره يعني فبهي الحالة تحديدا بدل ما أنه نقطع علاقاتنا مع رب العالمين أو ننهز دينيا أو بدل ما نرجع حتى لشخص متدين لأنه يا جماعة أنتو ما بتستوعبو هون مشكلتكم مو دين المشكلة مو بالأشياء أو العلاقة أو العقائد أو القيم اللي بينكم وبين رب العالمين أو الأشياء اللي أنتو مآمنين فيها مو هون مشكلتكم بالتحديد للناس اللي بتقول أنا شلت الحجاب وبعرف أنه هذا الشي غلط تعرفي هذا الشي غلط معناتها ما تلتج إلى أشخاص العلاقة بالدين لأنه أنت مقتنعة أنه هذا الشي غلط هيحكو لك أنه الشي اللي عملتي غلط طيب أكيد عملتي غلط هيقوي إيمانك بهاي النقطة بس أنت انهيارك مو ديني أنت انهيارك نفسي فروحي عند حدا مختص عالجي أمورك النفسية وبعدين تلاقي رادين سبحان الله حتلاقي أنه في حالة من الاستقرار النفسي اللي صارت عندك خلتك ترجع لقيمك الأساسية اللي أنت أصلا موجودة عندك لعقائدك والأمور الدينية اللي أنت أصلا مأمنة فيها اللي ما في حاجة أصلا أنك تحكي وتعطي مع حدا فيها لأنه هي أصلا ثابتة وراسخة عندك عن جد نحن ما نستوع بقدش يعني شو بيحكوا مكر الشيطان كتير كتير كبير يعني هو يعني بوقتي يشوف الإنسان ضعف أو وقع هو هاي يعني لحظة سعادة بالنسبة لأنه همسكك هلا ما رحل عنك ما رح أتركك بحالك إلا لما تقطع علاقتك يعني بربك نهائيا هاي يعني مصيبة يا جماعة بمر أصلا من هاي الثغرات من هاي أنه أنت مثلا صار معيك موقف الحجاب أنت مثلا الأشخاص نفسهم اللي كانوا عم يحكولي لما أنا تغيرت يعني كتعم مر بفترة صعبة نوعا ما فبين هذا الشيء علي ما بعرف كيف صلاحية حاولت ما بين وسي يعني ففورا أنه صار تحكي لي بسبب الحجاب أنا حاستك ما بدك ما لك حبي الحجاب والله يا جماعة ما دخل يعني إذا أنتم بكل موقف حزين بحياتكم حتربطوه بالحجاب يعني مشكلة كثيرة كبيرة ما دخلوا الحجاب خلوا يعني العادات أو الأشياء أو الطاعات الدينية اللي عم تعملوها على جنب مشاكل على جنب هدول مدخلهم بهدول فلا تحاولوا أنكم تنتقموا من الشي اللي صار معكم بإنكم تتركوا عادة دينية بالعكس هذا الشي بيكون اختبار من رب العالمين أنه عم يشوف هل هو أعلم طبعا بس أنه عم يشوف أنه أنتم عم تعبدوني أو عم تعملوا هاي الطاعات بس لأنكم عايشين هلأ براحة وخير ومرتاحين نفسيا وبس تمروا بمشكلة حتتركوا وخلص تمشوا فهون الإنسان المؤمن الصالح جد بيثبت وبالعكس هاي الفترة لازم إنسان يقوي علاقته أكتر مع رب العالمين حتى نوعا ما يعني يصير كيف يحكي لكم في راحة بينه بين ربه أنا يا رب عم أعبدك بجميع الحالات إن كنت سعيد إن كنت مبسوط إن كنت غني إن كنت فقير بكل الحالات أنا يا رب عم حاول إني أتقرب منك مو بس لأنك رازق إني أو عاطيني خير أنا بعبدك بجميع الحالات أنا ليش حتى عم بحكي على هاي النقطة لأني بتذكر كتير منيح أنه من بعد ما شلت الحجاب ومريت بهاي مرحلة الانهيار النفسي وبعد منها رجعت بلشت اشتغل حالي وبلشت نفسيتي تتحسن وأرجع لكينانة القديمة بقيمها الأصلية ومعتقداتها الأصلية بالأشياء اللي هي أصلاً ثابتة عندها لما لما رجعت للوضع الاستقرار كتير كتير انقهرت من جوها وكتير انكسرت انكسار جديد تاني إنه خجل إيه إنه ليش هيك أنا عملت ليش استسهلت ليش كان هذا أول حل ليش أصلاً كان من ضمن قائمة الحلول فالمشكلة هون بتصير لما الإنسان يكون عنده قيم راسخة معينة ويوصل لمرحلة انهيار فيتخلى عن قيم وهي بصير لما بيرجع للحالة المستقرة كتير بيندم على انه خسر القيم اللي يشتغل على حاله أنا مين أنا أنا كيف هيك أنا شون تغير يبطل يعرف حاله فهي المشكلة انك تاخدي قرار انك تشيلي الحجاب هو أصعب بكتير من انك تاخدي قرار انك تحط الحجاب وفعلاً يا جماعة هذا الشي عن جد عن جد لمسته الأصعب لسه لما تقرر يترجع له ليش لأنه انت بينك وبين حالك انه أنا مرة تانية ترجعي كمان مرة ما تكون يقد المسئولية وتغض بي ربك وبالتحديد اذا كنتي موجودة على السوشال ميديا راح تصير تقولي أنا أول مرة شلته والناس تهجمت علي فأنا هلأ أكيد ممكن ارجع أضعف ممكن ارجع شيله فبيكون كتير صار صعب انه البنت ترجع تتحجب من أول وجديد معك إذا في بنت هلأ تحضرنا شالة الحجاب وحاب انه ترجع تحطه مرة تانية قعد تسمعي لهي الوساوس اللي بيعائلك اللي انتي مالك قد المسئولية انتي ما رح تقدري انتي ما حتقدري تكملي انتي كيف أصلا انتي ما ملتزمت أول مرة هتلتزم هلأ الله ويمكن هاي المرة تكون أقوى مرة ممكن هي أكتر مرة تلتزم وممكن فعلا ترجع تجيك هاي الوساوس بس خلص ويكون صافي عندك الفكرة انه هاي الوساوس رح تجي فترة ورح ترجع تروح وانو رح أقدر اتغلب عليها الموضوع ما نو سهل بس كمان ما نو مستحيل وانا قدران ان شاء الله بإذن الله تعالى اني اتغلب عليها والأفضل والأهم من انكم تسمعوا هذا البودكاست او تسمعوا اي حدا عم يحكي عن الحجاب انكم اول شي اول شي كون يعني ملجأكم الوحيد او الملجأ الاول بالنسبة لكم انكم تستعينوا بالله فمتى ما ضعفته دعاء موجود بكل الأقوات ما في وقت ما فيك تدعي فيه ادعي دائما ورب العالمين يسبتك ويخليك أحسن حتى وآخر شي حابة اني احكي قبل ما نوصل لآخر نقطة بهذا البودكاست اذا عن جد عن جد حاسة انك مالك جاهزة للحجاب او حاسة انه انا ما بدي حاليا ما هيجي يوم وتحسي حالك جاهزة مية بالمية وممكن يجي بس انت شو عرفك يعني انت شو عرفك انت شو عرفك انك هتعيشي لبكرة انه احنا كتير ضامنين انه احنا يعني حنضل عايشين وقت كتير طويل ممكن بكرة يكون اخر يوم بحياتنا ممكن هلأ يكون اخر لحظة الحياة بالضبط فلا تأجلي الموضوع نهائيا ابدا ابدا لا تأجلي صدقني الواحد مو ضامن انه يعيش كمان دقيقة بس فاخدي القرار من هلأ وصدقيني صدقيني في كمية معي من رب العالمين بتجيكي ما حيستوعبها عقلك نهائيا هتحس بكيف رب العالمين عم يسهلك الموضوع حيضال صعب اكيد لانه هو اختبار بس بنفس الوقت رح يكون اسهل مما انت متخيلك نجي هلأ لاخر نقطة واكتر نقطة حاليا كتير ضروري انه نحكي عنها بالاخص من بعد اخر الاشياء اللي عم تصير بالسوشال ميديا في اكتر من نقطة جدا جدا مستفزة خلينا نحكي عنها اول شي كتير مستفز صرنا نسمعه بالفترة الاخيرة انه في ناس عم تحط حجاب مشان تريند في ناس عم تشيل حجاب مشان تريند بغض النظر اذا هدون الاشخاص عملوا هاد الشي مشان تريند او مو مشان تريند نحنا ما دخلنا مو ما دخلنا بمعنى انه نحنا ما فينا نؤمر بالمعروف مو هاد اللي انا اصطه بس انا قصدي نحنا ما دخلنا نفوت بنوايا العالم كيف كيف الانسان وصل لمرحلة من الجرأة انه صار يقول او يطلق احكام قطعية على شخص انه والله هاد الشخص عمل هيكر مال تريند انت شو عرفك انت قاعد جواته شايف شو عم يصير فيه شايف تخبطاتي اللي بحياته شايف المشاكل شايف كم مرة مثلا انا كاكينانا لما شلت الحجاب يوم من الايام يمكن كان فيه نظرة من المحيط طبعي والحمد اللي عن جت بحمد رب العالمين انه بوقتها ما كنت بالسوشيل ميديا من قلبي بحمد رب العالمين لما كنت بالسوشيل ميديا بس بوقتها المحيط القريب مني كنت حس دايما في نظرة استنكار بعيونه ونظرة انه هاي الانسانة حدا سيئ بس انا ما عم مبرر لنفسي بهديك الفترة بس الفكرة انه يا جماعة ما حدا بيعرف شو عم يمر الانسان من جوا عنجد خلينا نكون رحيمين ببعض ترا انك تجلت حدا هذا الشي ما عم يساعده انت بس عم تزيد الطين بله لما انسان يروح اكستريم شمال وانت يعني مثلا فلنفترض انا ككينانا وقفة بخط المنتصف وعملت غلطة يعني نزحت شوي عن الطريق ماشي واجيت انت صرت رحت بحكمك علي رحت اكستريم مثلا لهي الجهة لا اراديا وبشكل طبيعي لانه بدي احمي حالي وبيدي دافع عن حالي فلحت لقيني اني عم روح للجهة المعاكسة تماما انت عند شدني لهون فانا اجباري ديروح لهونيك مشان ما انشدل عندك بمعنى انو الانسان حتى لو كان عنده قيم ثابته وراسخة لما ايجي انا مثلا فلنفترض انو انا شلت الحجاب وانت طلعت صرت تحكي انو انا شلت الحجاب مشان ترند اوكي انا مو بس هبقعد عن خط المنتصف انا هروح للاكستريم وصير صير احكي اشياء مو من قناعاتي بس كرمال دافع عن حالي عرفتو كيف فحصير انا مثلا اقول انو هاي الاشخاص اللي عم تقول انو انا شلت الحجاب مشان ترند مثلا حصير احكي اي يروح يشوف حاله هو مثلا عساس انو احسن عساس انو هو يعني حتخلوها للانسانة تفوت بمتاهات وباشياء تانية بس كرمال دافع عن حاله لانو لانو صار في كتير هجوم فمن الطبيعي الانسان لما يتهاجم كتير انو بدو يدافع عن حاله فمن الممكن انو يكون الهجوم اقوى طريقة للدفاع انا ضد اي شخص بيحكي انو لا تنصح شدخلك انت تركهم لحالهم لأ طبعا ما بيصير الانسان يشوف غلط وما ينصح يعني كيفك يعني شو بيصير بالدنيا تخيله ولا حدا عم ينصح شو بيصير بيصير الانسان ما بيعرف انه شيل عم يعمل غلط يعني يمكن حدا لازم انسان ينصح بس يا جماعة في اسلوب في اسلوب صح رب العالمين امرنا ننصح بس ليش ما بتشوفوا بنفس الوقت انو في اسلوب للنصيحة يعني انا مثلا خلينا نحكي انو مثلا بالمستقبل ابني عمل شي غلط رحت انا ضربته كسرته وانا حكيت انو بس انا بدي مصلحتك لا شوفهم شوفهم الولد شوفهم من ضربك ونفس الشي لما تهاجموا حدا ما عاد يستوعب النصيحة بصير بيشوف بس اسلوب الهجوم انو هاد الشخص عم يتهجم علي شو ما حكيت ما هيهمني هاد الشي غلط اتنين غلطانين بس تلقائيا بصير لما يكون الاسلوب سيئ بصير شو ما كانت النصيحة ما عاد حدا يتقبله تخيلوا في حدا عم يعمل شي غلط يقوم يجي حدا ويدي عليه انو انت طب انت عندك الدعاء موجود موجود بالحالتان للدعاء مستجاب طب ليش ما تستخدم هاد الدعاء بانك تدعي الله يهديه ليش تدعي عليه انو يموت ولا الله ياخده ولا يعني حرفيا في اشياء يعني العقل ما بيستوعبها هنا انو مفاكرين انو رب العالمين ما حيحاسبهم هيك مين قالكم الله ما حيحاسبكم بعدين من وين يعني الانسان اللي بيعلق مثلا تعليق سيئ انو انو حتروح النار يعني من وين جايبين هاي الثقة لدرجة انو عندكم قناعة انو انتو ما ممكن تمتحنوا يتم امتحانكم بنفس الطريقة اللي عم تتم امتحان فيها هاد الشخص ومن وين جايبين الثقة انو انتو ممكن انكم تنجحوا بهاد الامتحان بعكس هاد الشخص مثلا انتو بتعرف انو في حديث ثابت يعني الحديث بما معناه ححط لكم يا اكيد انا بيحكي انو الانسان بمعنى اذا حدا حكي عن حدا انو هاد رب العالمين ما رح يغفر له اكيد رب العالمين ما رح يرضى بهاد الشي انو انت كيف بتقرر عني انو انت كيف يعني استغفر الله العظيم والله وقت فكروا بموضوع انو في بشر بتقرر انو هذا رب العالمين هيغفر له هاد لقوا يعني انتو مين انتو يعني انتو مين عن جد عن جد يعني ترفعوا مكانتكم استغفر الله العظيم على الله يعني عن جد هاد الشي عن جد وقت تتخيلوا انا بحس انو خلاص ما عاد يستوعب عقلي لأنه في ناس أục يتدعم وتخيلوا شو بيكون آخر شي نتيجة أنه رب العالمين بيخفر لهذا الشخص اللي حكى واحد عنه أنه الله ما حيخفر له وشو بيعمل بأحبط عمل يللي يحكى هيك على الآخر أنه هذا رب العالمين ما رح يخفر له فيعني أنتم كتير واثقين مثلا أنه أنتم حتروحوا على الجنة فتحدوا بتحكموا على العالم أنه هذا رب العالمين ما حيخفر له هت حيروح جهنم هذا مو شغلكم عملوا لرب العالمين أمرنا فيه وشغل رب العالمين تركوله رب العالمين شو دخلكم؟ عن جد شو دخلكم؟ اللي رب العالمين أمركم فيه إنكم تنصحوا الإنسان بس موتوا عندوا تقرروا هذا الإنسان حيغفر له رب العالمين ولا لا فالإنسان ما يغتر بعمله خلينا حكي إنه في حدا مثلا بيقرأ قرآن كتير وفي شخص ما بيقرأ قرآن فهذا اللي بيقرأ قرآن كتير صار يحكم على الشخص اللي ما بيقرأ قرآن إنه أو عالي شافه بجوز هذا الشخص أصلا بيقرأ قرآن يعني بيومه فبيعد بيحكم عليه إنه هذا إنسان ممني حدا أنا أحسن منه وأنا أحسن منه ورب العالمين بيحبني أكتر منه فشو بيصير رب العالمين بيسلب هذا التوفيق اللي كان عطي لهذا الشخص ترى إذا عم تصلي أو عم تقرأ قرآن أو لابس حجاب أو عم تصومي هات كله توفيق من رب العالمين هذا نحن ما قلنا علاقة فيه هات كلها تتوفيق من رب العالمين وبأي لحظة ممكن ينسلب مننا لما نختار بنفسنا لما نصير نحسس حالنا أنه نحن يعني والعياذ بالله أنه عم نتفضل على رب العالمين كأنه رب العالمين بحاجتنا أصلا على فكرة ياما سمعت أصاس وعن جد كتير كتير كنت انقهر من قلبي وقت أسمعهم أنه يكون شخص علامة أفنى حياته بالدين وأفنى حياته للإسلام وأفنى حياته بالتعبد وبالأخير مات ملحد يا جماعة الموضوع كثير بخوف ما حدا يختار بنفسه ما حدا يكون واثق بنفسه مية بالمية أنه والله أنا خلص يعني أنا بالجنة ضامن الموضوع حلو الإنسان يكون عنده يقين برب العالمين وحلو أنه يطلب من رب العالمين هذا الشي وكون عنده إيمان مية بالمية أنه بإذن الله رب العالمين رحيم فيه ورح يخليه يدخل الجنة بس بمعنى تسليم لله مو بمعنى اخترار بالنفس وآخر شي بدي نحكي فيه وأهم أهم 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 شي يا جماعة يعني كيف ممكن أطلب منكم هذا الشي ما بعرف يعني من جوه قلبي يعني بترجاكم تخيروا لأي مرحلة لا تحكوا لبنت مو ملتزمة بحجابها مية بالمية روح يشلحي أحسن هذا الشي مصيبة مو روح يشلحي أحسن التزمي فيه أكتر أحسن يعني يعني ما بعرف كيف متوا بتستسهلوا الكلام اللي بينحكا أنه واحدة بتكون أصلا على شفا حفرة أنه هي رح تسقط رح تنهار رح تشيل الحجاب تجي بتسمع من حدا لأنه بيّنت رقبتها وهو شي غلط أنا ما عم برر أنا ما عم أقول أنه لوحدة تبين رقبتها هاد الشي عادي طبيعي وهي محجبة ما عم بحكي هاد الشي بس أنتم ما تستسهلوا تروح تقولوا لها رحي شي لي أحسن لشهد الإجاب لي حوات التطير رحي شي لي أحسن لا هي أصلا 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 وصلانين لمرحلة المحجبات نفسهم وقت عم يصير في عندهم انهيارات ويبلشوا شوي هكي يتنازلوا عن أجزاء من السترة مثلا من موضوع معين بسبب أنه عم يسمعوا هاد الكلام كتير كتير من الأشخاص نحواليهم عم يستسهلوا الموضوع يقولوا أحسن إحنا ما نشوه الحجاب وأحسن ما نشوه المحجبات وفكرة المحجبات خلينا نشيله أحسن بلا منه لا مم بلا منه الأحسن أنه تشتغلع حالك أنك تقني حالك تعطي حالك فترة من الزمن ترتاحي فيها وتفكري بالموضوع بروية وشوي شوي إن شاء الله بإذن الله رب العالمين بيرجع بأويكي وترجع بتلتزمي بأي الأشياء وترجع حجابك يكون أستر من قبل حتى لا ترجعوا لورة أبدا بأي طاعة معينة إذا كنتوا مثلا عم تصليوا ثلاث صلوات بس بليوم فتعدوا بينكم بين حالكم أو الشيطان يوسوس لكم أنه أنت عم تصلي بس ثلاث صلوات يلا خلص بلي أشوف فائدة صلاتك إذا بس ثلاثة عم تصلي ثلاث فروض لا يا جماعة يعني تكونوا ملتزمين بتلت فروض أفضل بكثير منكم ما تلتزموا بولا شي فأبدا أبدا لا ترجعوا لورة حتى لو ضليتوا سابتين بمكانكم أهم شيء ما ترجعوا لورة نهائيا لأنه أكيد أكيد هيجي يوم وتقدموا لقدام فمو لأنك بتبيني جزء من شعرك تروح تشيري الحجاب أو لبسك مو مناسب للحجاب تروح تشيري الحجاب أو أنك مثلا بتبيني رائبتك فخلص وبشير الحجاب أحسن لا بالعكس أبدا هذا شيء مو صحيح وعلى فكرة مجرد وجود الحجاب على الأقل على الأقل ممكن تكون عم تبيني رائبتك بس ما رح تلبسي نص كم يعني فهمانين عني شو أم أحكي يعني شيء أحسن من شيء شيء أحسن من شيء غلط كثير من الواحدة تبين رائبتها أو مثلا تبين جزء من شعرها بس في أشياء يعني حتى مع وجود الحجاب بشكل مو صح بتكون لابسته في أشياء بتكون خلص ملتزمة فيها تكون بتحسي في خيط رفيع ايه صح يعني ما تقطعوه بالمرة يعني إذا الإنسان إن رضت إيده صار فيها ردود ما بيمسكها وبيكسرها لا بيجبرها وبيستنى عليها لحتى ترجع تقوى يعني رح أحكي لكم شغلة سيئة أنا عملتها هو فكرة إنه أول ما شلت الحجاب أنا تبرعت في كل حجاباتي ليه؟ لأنه ما كم بدي أترك أي خط للرجعة وهذا أسوأ شيء أنا عملته أسوأ من إني أنا شلت الحجاب يا جماعة متخيلين رجاءً رجاءً مثل ما حكينا لا تقولوا لوحدة معنى ملتزمة 100% بالحجاب أو بين رقبتها أو لبسة معنى 100% لبس صحيح ما تقولوا لها روح يشيلي أحسن لأنه والله مو أحسن يعني أنتوا مقنوا باب عم تحكوا من إمتى كان شيلان الحجاب أحسن وأهم شيء مثل ما حكيت كينانا نبطل نستسهل فكرة إنه الإنساني شيل الحجاب يعني لما واحدة ضلت سمع كلام إنه شيل الحجاب أحسن شيل الحجاب أحسن شيل الحجاب أحسن فهي بعائلها تلقائياً صار إنه أو شيلان الحجاب معنى كثير شيء سهل لا وبيصير في عندها عقدة تقنيب ضمير إنه طب أنا عم بعمل شيء غلط بس كمان أنا عم بشوه الإسلام أنا عم بشوه سمعتهم حجابات هايك بشيها هايك الناس كنت فلا أنا بلاها ما تبدي فأنتوا عم تساعدوها عم تساعدوها عم تساعدوها شيل الحجاب عفكرة لو حدا حكى لابنت مملتزمة بحجابة مية بالمية روحي شلحي أحسن وغيش لحتو رح يتحاسب هاد الشخص رح يتحاسب لأنه هو بدل ما ينصحها وبدل ما فعلياً يعني يدلها عالطريق الصح رح حكالها تعمل معصية وبس هات كان بودكاست اليوم أكيد في أشياء زيادة يعني بتنحكيها بس يعني أتوقع البودكاست اليوم من أطول البودكاستات اللي عملناها حاولنا على قد ما نقدر يعني أنه نتطرق لأكتر من موضوع إلو علاقة بالحجاب وأكيد متل ما حكينا لكم أكيد في أشياء بالمستقبل كل ما عم تزيد تجربتنا وخبرتنا متل ما بيحكوا وبدي منكم كل آياتكم كل البنات اللي عم يشوفونا هلأ يكتبونا تجاربهم سواء كانت محجبة غير محجبة مترددة بموضوع الحجاب حاسة إنه بدت شيل حجاب كمان تكتبونا كل آياتكم بالكومنتات تجاربكم والأشياء اللي عم تمروا فيها وأتمنى من كل قلبي إنه كل آياتنا ندعم بعض بالكومنتات ونحاول على قد على قد ما نقدر إنه هيك نكون صحبة نقدر نساعد بعض فيها بهي الرحلة اللي عن جد عن جد هي رحلة كتير صعبة بس نفس الوقت هي رحلة بإذن الله حتأخذنا لمكان كتير منيح وإن شاء الله حيكونوا اللي عوض فيها كتير كبير من عند رب العالمي بعدين أنا بدي تعرف عليكم بالجنة أنا بدي روح للجنة بدي شوفكم أنتوا الكلب أتمنى من قلبي إنه كل اللي عم يحضرونا ونحن يا رب هيك نجتمع بالجنة إن شاء الله كل آياتنا نكون موجودين بالجنة ونقعد نحكي مع بعض وبس يا جماعة هات كان بودكاست اليوم نتمنى من كل قلبي إنه نكون كنا خفاف على قلبكم نتمنى إنه عن جد نكون أضفنا لو شي بسيط أو أضفنا أي شيء إيجابي بأفكاركم وبتمنى من كل قلبي مثل ما قالت ديانا هيك إنه يا رب نجتمع كل آياتنا بالجنة مع بعض وبس منحبكم كتير ومنشوفكم بالفيديو الجاي